اشتركوا في القناة حيوانات الشجاعة بالمخاطرة بحياتها لانقاذ حياة شخص اخر اليك خمسة حيوانات انقذت الناس من الموت حيث قامت خنزيرة سمينة اسمها لولو بفعل العجيب عندما انقذت مالكتها من ذبحة قلبية لحظت لولو ان هناك شيئا غريبا يحدث مع اخوان عندما سقطت ارضا في محاولة منها لانقاذ حياة مالكتها خرجت الخنزيرة لولو ودفعت البوابة وخاطرت بحياتها بالمشي على الطريق وكانت تستلقي على الارض عندما ترى سيارة تقترب منها في محاولة لجعل السيارة تقف وعندما لم يقف احد سعت الخنزيرة للاطمئنان على اخوان بانتظام استمرت على هذا المنوال لخمسة واربعون دقيقة حتى توقف سائق دراجة نارية ليرى ما خطبها وعندها دلت لولو السائق على جسد اخوان المنهار قام السائق مباشرة بابلاغ مسعفين تم نقل اخوان على وجه السرعة الى المستشفى لمعالجتها وكمكافأة لجهود لولو البطولية قدمت لها اخوان حلواها المفضلة كعكة محلات محشوة بالهلام رقم اربعة كلب ينقذ امرأة من النهر كانت بريندا واين تتمشى بعد الغذاء مع كلبها المستكشف من نوع لابرادور واسمه بيني عندما لمحت فجأة كرسيا متحركا على ضفة النهر ولحظت بريندا مرأة تطفو على الماء صارخت بريندا منادية المرأة هل انت بخير يا عزيزتي؟ لكنها لم تتلقى اي رد وهنا قررت ان تتولى الموضوع بنفسها امرت بريندا كلبها قائلة احضرها احضرها عندها قفز الكلب المطيع مباشرة الى النهر السريع الجريان وسحب المرأة الغائبة عن الوعي الى الضفة اصبحت بريندا قادرة على انعاش المرأة وبعد خمس دقائق بدأت تتنفس من جديد وبمجرد ان بدأت المرأة تتنفس ثانية وضعت بريندا بوضعية مريحة واستدعت الطوارئ رقم ثلاثة كلب من نوع بيتبول ينقذ صبيا ومرأة وفقا للطريقة التي تترعرع فيها كلاب البيتبول فانها تملك سمعة بانها كلاب عنيفة وقبيحة تعض وتهاجم الناس لكن هذا الكلب تحدى هذه السمعة على اقل تقدير كانت انجيلا تغادر حديقة اللعب مع طفلها الصغير في بورت شارلوت عندما اقترب منها فجأة الرجل يحمل سكينا في موقف السيارات واخبرها ان لا تصدر اي صوت وان لا تحدث اي حركة مفاجئة هنا ظهر الكلب ضائع لانقاذها ونبح على الرجل المسلح الذي هارب في النهاية لم يهاجم الكلب الرجل جسديا لكنه توجه اليه مظهرا علامات عذائية ومكشرا عن انيابه واخذ يزمجير وينبح تم نقل الكلب الى مأوى محلي وفي حال لم يتم التعرف الى صاحبه خلال خمسة ايام فقد خططت انجيلا وعائلتها لتبني منقذتهم والتي اسموها انجل يعتقد ضباط حماية الحيوان والعاملون في المأوى بان انجل ضائع وليست شاردة نظرا لصحتها الجيدة ووزنها الثابت وحرارتها المعتدلة رقم 2 الغوريلا حيوانات ذكية جدا وقد ثبت ذلك فعلا عندما قامت احدى الغوريلا بانقاذ حياة طفل بعمر ثلاث سنوات ففي شهر اغسطس من عام 1996 في حديقة بروكفيل للحيوان سقط صبي بعمر ثلاث سنوات في قفص للغوريلا وفقد وعيه جذب هذا الامر انتباه بقية الغوريلا التي قدمت لتقصي الامر بجميع الاحوال رأت بينسي وهي قردة بعمر ثمان سنوات الصبي عديم الحيلة والتقطت دعبت القردة الطفل بلطف بين ذراعيها حامية اياه من بقية القردة الاخرى وحملته مسافة ستون قدما باتجاه المدخل حتى يتمكن حراس الحديقة من استرداده بامان تم اخذ الطفل بعد ذلك الى المستشفى بحيث استعاد صحته بشكل كامل بينما مدحت الغوريلا لقيامها بهذا الانقاذ عندما تفكر بحيوان من المحتمل ان ينقذ حياتك فلن يكون الاسد حتما على تلك القائمة هذا ما فعلته مجموعة من الاسود في هذه الحالة الخاصة ففي جنوب غربي اثيوبيا قام اربعة رجال بخطف فتاة تبلغ من العمر 12 سنة في طريق عودتها الى المنزل من المدرسة وعندما لوحق الرجال من قبل الشرطة صادفوا مجموعة من الاسود لاحقت الاسود الخاطفين وبقيت مع الفتاة دون ان تؤذيها اطلاقا حتى وصلت الشرطة في الوقت الذي وصلت فيه الشرطة ترك الاسود الفتاة وابتعدوا الى الغابة ابلغت الفتاة الشرطة ان الخاطفين قاموا بضربها لكن لم يصبها اي اذى من جهة الاسود يشير خبير بالحياة البرية من اثيوبيا الى ان الاسود تعاطفت مع الفتاة لان صوت بكائها بدا كمواء الاسد